وننتقل إلى هاتاي وطبيعتها الخاصة مع مصطفى النعيمي لو تصف لي الصورة الآن في هاتاي نعم نحن اليوم في مدينة هاتاي في الساعة الأولى لإجراء الانتخابات حيث قاربت 17 دقيقة من الآن حيث نشاهد خلفي هناك بعض الذين قد تجمهروا منذ اللحظات الأولى لإعلان الساعة الأولى في الانتخابات حيث بلغت عداد الصناديق في ولاية هاتاي بشكل كامل قرابة 3154 صندوقا هنا في مدينة أنطاكيا المتضررة رتيجة للزلزال هناك أقبال بشكل تدريجي ربما في الساعات القليلة القادمة نلاحظ أن هناك أقبال بشكل أكبر هنا الساعة الأولى حيث الآن يتجمهرون يأتي القادمون من أجل الإدلاء بأصواتهم في ولاية هاتاي رغم أن هناك كان كارثة رغم أن هناك الكثير قد قدموا من ولايات أخرى في المناطق المجاورة لولاية هاتاي هناك عشرة ولايات قد ضربها الزلزال الكثير منهم قد غادروا نتيجة لهذا الزلزال هنا عدرا المصطفى فقد ورد إلينا هذا الخبر العاجل تمكن قائد طائرة مصرية من الهبوط بسلام بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية بعد تعرض أحد إطارات طائرة إلى الانفجار المدرك كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة وصول الركاب ولا توجد أي أصابات بحسب تصريح مصدر مسؤول بالشركة الوطنية مصر للطيران وكانت الرحلة تحمل رقم MS643 من طراز B738 أعود إليك مرة أخرى مصطفى للحديث عن وصف الصورة والاستعدادات نعم هنا بولاية هاتاي التعداد الذين سينتخبون قرابة مليون وستمائة ألف موجودون سيدلون بأصواتهم ستبدأ بعد قليل يعني هنا دخل الآن قسم كبير منهم بدأ بالتفافد إلى المركز الانتقتراع خلفي في مدينة في بلدة أورغانباشا في ولاية هاتاي بمدينة أنطاكيا التركية حيث نشاهد الكثير من العربات بدأت تتوافد إلى محيط المبنى الذي أتواجد فيه أو المدرسة التي أتواجد فيها مدرسة أنطاكيا الكثير سيتوافد بعد قليل باتجاه الداخل هنا خلفي الصورة تشاهدون هناك تجمهر في المداخل مدخل الركز الانتخابي كذلك أيضا في الخارج هناك أيضا تجمع سيبدأ بعد قليل بالدخول تدريجيا من أجل الإدلاء بأصواتهم بالنسبة للمتواجدين في تركيا بشكل عام وفي ولاية هاتاي بشكل خاص أعتقد لديهم أولويات فبالنسبة لهم ما قدم لهم من خلال الحكومة التركية من حيث تأمين المواصلات كذلك أيضا تسهيل وصولهم إلى المراكز الانتخابية إدارة المراكز الانتخابية كلها أجراءات تسهيلية من أجل الوصول إلى إدلاء بأصوات كذلك أيضا باقي التسهيلات سواء كان على الصعيد التنسيق الأمني أو حتى من خلال التنسيق لدخول هؤلاء المسوطين هناك قوامل التي سيتم من خلالها إدخال هؤلاء المسوطين تدريجيا بداخل المراكز الانتخابية كلها حسب توزيعه وبالتالي نتحدث عن أنه ربما قد يكون هناك تفاوت في النسب السابقة خاصة وأنه كانت النسب متقاربة ما بين كلا المتنافسين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان كذلك أيضا السيد كيلشدار أوكلو ربما النسب كانت متقاربة في ولاية هاتاي لكن قد تتغير ربما لأسباب متعددة من أبرزها أعتقد تسليط الضوء على مجموعة من إدارة الكوارث كذلك أيضا أزمات المحيطة ليست فقط المحلية أو الإقليمية وإنما حتى بعد الملفات الدولية بوجهة تحديد ملفات نعم